حين أحدثكم عن الإزاحة الجيلية التدريجية هذا ما هو بحديث خيال ولهو بترف فكري لأجل أن أظهر معرفتي بهذا الموضوع أو بغيره العالم بكله محكوم بهذه القاعدة بقاعدة الإزاحة الجيلية التدريجية أضرب لكم مثالا أهم حدث غير وجه الحياة على الأرض غير وجه الحياة على الأرض من جهة أساليب الحياة الثورة الصناعية الثورة الصناعية هي التي غيرت وجه الحياة على الأرض قرون وقرون آلاف السنين وأكثر من آلاف السنين مرت على وجه الأرض إلا أن الحياة كانت بطيئتان كانت بسيطة كانت ملونة بالقليل من الألوان بعدد محدود من الألوان في كل شيء الحياة على الأرض تبدلت وتغيرت متى حينما بدأت الثورة الصناعية تتحرك على وجه هذه البسيطة إنني أتحدث عن الثورة الصناعية الأولى المؤرخون الأوروبيون يجعلون بدايتها من سنة 1716 ميلادي وبدأت هنا من المملكة المتحدة بدأت من هذه الأرض من بريطانيا البداية كانت من التحول في الصناعة من العمل اليدوي إلى العمل الآلي وكانت البداية في معامل النسيج كان الناس في صناعة النسيج يستعملون أيديهم ولكن منذ سنة 1716 ميلادي تحول العمل إلى الآلات ولذا صار الإنتاج إنتاجا كثيرا فمع الثورة الصناعية بدأت الثورة التجارية ومع الثورتين بدأت الثورة المجتمعية بدأت الحياة تتغير شيئا فشيئا ومع الثورة المجتمعية بدأت الثورة الثقافية كما قلت لكم الثورة الصناعية بدأت سنة 1716 لكنها بلغت قمتها متى؟ حينما استطاع المخترع الإنجليزي جيمس وات سنة 1784 ميلادي أن يخترع المحرك البخاري الماكنة التي تشتغل بقوة البخار هذه ذروة الثورة الصناعية الأولى بل يمكننا أن نقول من أن الثورة الصناعية الأولى بدأت من هذا التأريخ وهناك من المؤرخين من يؤرخ هكذا منذ سنة 1784 واستمرت حتى بدأت الثورة الصناعية الثانية قطعا الثورتان الثورتان متداخلتان لكن حدثا واضحا هو الذي يجعل المؤرخين يتحدثون عن ثورة صناعية ثانية حينما اخترع المخترعون المحرك الكهربائي ودخلت الكهرباء إلى الصناعة حينما دخلت الكهرباء إلى الصناعة بدأت بشكل واضح الثورة الصناعية الثانية فالثورة الصناعية الأولى كانت بخارية وثورة الصناعية الثانية كانت كهربائية سنة 1870 بدأ المحرك الكهربائي يشتغل المدة تقترب من التسعين عاما ما بين 1784 إنها سنة المحرك البخاري وسنة 1870 إنها سنة المحرك الكهربائي ما يقرب من تسعين عاما هنا تتحقق بشكل واضح الإزاحة الجيلية التدريجية في الأجواء العلمية ما بين أجيال العلماء ما بين أجيال المخترعين والمكتشفين والباحثين وما بين أجيال ما أنتجوا من الانتقال من العمل اليدوي إلى العمل الآلي وهكذا شيئا فشيئا إلى المحرك البخاري وشيئا فشيئا إلى المحرك الكهربائي أجيال من العلماء أجيال من الباحثين وأجيال من المنتوج العلمي واستمرت الثورة الصناعية الثانية حتى بدأنا بالثورة الصناعية الثالثة والتي كانت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية يمكنني أن أؤرخ لها بحسب معلوماتي منذ سنة 1950 للميلاد إنها ثورة الكمبيوتر إنها الثورة الرقمية من هنا بدأت ثورة الكمبيوتر وبدأت الثورة الرقمية منذ سنة 1950 حتى وصلت إلى أعلى ما وصلت إليه في بداية التسعينات وأواسط التسعينات من القرن الماضي إذ بدأ الذكاء الاصطناعي يهيمن على الواقع العلمي فنتاج المعلوماتية ونتاج الثورة الرقمية أن بدأ الذكاء الاصطناعي يهيمن على الواقع العلمي ولذا فإن الثورة الصناعية الرابعة بدأت منذ التسعينات وعنوانها ثورة الذكاء الاصطناعي وقد يعبرون عن بعض نتائجها بما يسمى بالتحول الرقمي كل هذا مصاديق لحالة الإزاحة الجيلية التدريجية عبر أجيال العلماء والمخترعين والمكتشفين وعبر أجيال المنتوجات العلمية التي أنتجوها المقدمات صحيحة النتائج صحيحة والعلم تراكمي ومن هنا فكلما تقدمنا كلما أنتج لنا العلماء عبر 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 الإزاحة الجيلية العلمية أنتجوا لنا العجائب لقد وصلنا إلى الثورة الصناعية الرابعة وإلى الذكاء الاصطناعي يتنبؤون هؤلاء العلماء من أن الثورة الصناعية الخامسة ستكون ذروتها سنة 2050 ميلادي حيث سننتقل إلى عصر جديد نحن إلى الآن منذ بداية الثورة الصناعية الأولى منذ أن انتقل الإنسان من العمل اليدوي إلى العمل الآلي في معامل النسيجي هنا في بريطانيا سنة 1716 للميلاد منذ ذلك التأريخ والآلة يتحكم بها الإنسان في الثورة الصناعية الخامسة هكذا يقول العلماء من أن الإنسان سيكون شريكا على الأرض ومشاركا وشريكا في الحياة للآلات سنكون شركاء مع الروبوتات هذه حقيقة هذا الكلام ما هو بخيال علمي هذه أمور قد حسبت بالورقة والقلم إنها الثورة الصناعية الخامسة لا شأن لنا بهذه التفاصيل ما جئتكم به من ذكر للثورة الصناعية إنه مثال مثال للإزاحة الجيلية التدريجية في واقع الأجواء العلمية هو هو سيجري وجرى وهكذا كانت الحياة وستبقى هناك إزاحة جيلية تدريجية على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي لكنني جئت بالمثال العلمي لأنه أوضح لأنه أوضح ولأن العلم في حركته يأتينا بالجديد ويأتينا بالعجائب الذكاء الاصطناعي هو الذي يمكن الإنسان أن يكتشف مساحات ما كان يستطيع أن يكتشفها بذكائه الطبيعي أبدا مع ملاحظة أن الذكاء الاصطناعي هو ابن للذكاء الطبيعي الذكاء الطبيعي هو الذي أنتج لنا الذكاء الاصطناعي لكن الذكاء الاصطناعي صار يتفوق على الذكاء الطبيعي لماذا لأن الذكاء الاصطناعي نقاط الضعف فيه أقل بكثير وبكثير جدا من نقاط الضعف في الذكاء الطبيعي ليس الذكاء بما هو ذكاء حينما يكون طبيعيا فيه الكثير من نقاط الضعف لكنها نقاط ضعف الإنسان فالذكاء الطبيعي هو جزء من كيان الإنسان وكيان الإنسان مجموعة من الأنظمة وهذه المجموعة من الأنظمة تعاني من نقاط ضعف من خلال العلائق فيما بين هذه الأنظمة ومن خلال خصائص كل نظام ونقاط الضعف في هذه الأنظمة تكون ضرورية كي تنسجم أنظمة كيان الإنسان في العمل وكي يستطيع الإنسان أن يستمر في الحياة حينما ننسى فالنسيان رحمة النسيان خلل في النظام العلمي آفة العلم النسيان في الذكاء الاصطناعي لا يوجد نسيان المعلومات حاضرة إذا كانت البرامج سديدة وكانت الأجهزة متقنة في صناعتها وكان الاستعمال لتلك الأجهزة والاستفادة من تلك البرامج بنحو صحيح فليس هناك من نسيان قطعا بحدود تلك البرامج وبحدود إمكانات تلك الأجهزة وبحدود مهارة من يستعملها الذكاء الاصطناعي كما قلت لكم يكشف لنا عن مساحات ما كان الإنسان يستطيع أن يصل إليها وهي تشكل جزءا من حياة الإنسان الذكاء الاصطناعي هو الذي يطور إمكانات شبكة الإنترنت الذكاء الاصطناعي هو الذي أوجد للإنسان على سبيل المثال منظومة للنقل والانتقال منظومة أوبر منظومة أوبر مساحة وصل إليها الذكاء الاصطناعي لم يكن الذكاء الطبيعي بقادر أن يصل إليها هذه الشركات التي تعيش فيما بيننا شركة أوبر شركة أمازون شركة أوبر للنقل والانتقال وشركة أمازون للبيع التجاري ولتوفير الخدمات السوقية وشركة ناتفلاكس للإنتاج السينمائي والعرض السينمائي وشركات لنقل الطرود في الفضاء هناك الآن شركات أهلية تنقل الطرود والحاجات والحاجات اللوجستية من الأرض إلى الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية نفس شركة ناسا تستأجر شركات أهلية لنقل طرودها إلى هناك هذه الشركات وأمثالها لم يستطع الذكاء الطبيعي أن يصل إلى منظوماتها وإنما وصل الإنسان إليها عبر الذكاء الإصطناعي رجاء أن اعرضوا لنا لوغو شركة أوبر وكذلك أمازون وكذلك نتفلكس بغض النظر هل نتفق مع ما تقدمه هذه المؤسسات أو لا نتفق أنا أتحدث هنا عن مثال من واقع حياة الإنسان قطعا كل هذا الكلام مأخوذ معه من أننا نتعامل مع الأمور الدنيوية بعيدا عن الغيب والمعتقدات الغيبية تحدثت في هذه التفاصيل عن واقع الحياة اليوم ولم أشر إلى عقيدتنا في انتظار يوم الخلاص وإن كانت هذه المطالب لن تأتي معارضة لبرنامج يوم الخلاص ما كان منها نافعا ومفيدا سيكون جاريا في برنامج يوم الخلاص وما كان منها مضرا ومسيئا برنامج يوم الخلاص هذا الذي يعبر عنه في الروايات بالمثال المستأنف من أن قائم آل محمد سيأتينا سيأتيكم بالمثال المستأنف المثال المستأنف سيبعد كل ما هو مضر وسيجمع إليه كل ما هو نافع نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر